دعوني أرحب بالأستاذ رشيد فضيل الرئيس المدير العام لمجمع الشروق والمشرف الأول على البرامج الدينية وعلى برنامج فعلوا خير إذن الأستاذ رشيد فضيل هو المشرف الأول على برنامج وفعلوا الخير ويتابع أولاً بأول أهلاً بك أستاذ تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات والفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بنا عندكم نحن ضيوفكم مرحباً سيد الوالي مرحباً أستاذ بن براهم مرحباً بالسادة النواب مرحباً بالزملاء والزميلات مرحباً بإخواننا المحسنين الذين هم الأبطال الحقيقيون في برنامج وفعلوا الخير الذي انطلق منذ أحد عشرة سنة وهو يجوب القرى والمداشر يجوب الجبال ويجوب الولايات الوطن في الداخل ويجوب الصحراء يبحث عن المرضى ويبحث عن الضعفاء ويبحث عن الفقراء ويبحث عن الأرامل ويبحث عن النساء الضعيفات المستضعفات ويبحث عن اليتامى ليقدم لهم العون مرضات لله وأداءً للمهمة الرسالية للإعلام أو للإعلام النافع نحن دائماً نقول أن الإعلام الذي لا يقدم خدمات لمجتمعه إعلام لا خير فيه هذا البرنامج انطلق بمباركة من الوالد الحجم سعود رحمه الله وبرعاية من المرحوم علي فضيل الذي كان يسخر له كل الإمكانات التقنية ليكون أول برنامج في القناة وأقدم برنامج في القناة قدم المساعدة لمئات الحالات وأعاد البصر بفضل الله لمئات من فقدوا البصر وبنى عشرات بل مئات المساكن للفقراء وبعث للخارج كثيراً ممن لم يتمكنوا من العلاج في الجزائر نحمد الله أولاً على فضله ومنه وعلى توفيقه ونوجه الشكر للقائمين على هذا البرنامج وعلى رأسهم الشيخ فيزازي الذي يصل الليلة بالنهار من أجل إنجاح هذا البرنامج والوصول إلى الحالات المستعصية التي تستحق المساعدة ونقول ونجدد العهد عهد علي فضيل أن الشروق هي وقف للجزائر ووقف للجزائرين وستكون دائماً إلى جانب الجزائر وإلى جانب الجزائرين مهما كانت الآلام ومهما كانت الجروح وأبشركم ونحن اليوم نحتفل بنحيي هذا اليوم بانطلاق الموسم الثاني عشر نبشركم ونبشر المحسنين بأن أولى المساعدات التي جمعتها قناة الشروق من خلال يومها المفتوح لمساعدة إخواننا في غزة أن أول مساعدة وصلت لمجمع الشفاء هي مساعدة الجزائر وقد نقلتها قناة الجزيرة على المباشر فالحمد لله والشكر لله أولاً وأخيراً ونبشر المحسنين وكل من شارك في هذا اليوم المفتوح أن أماناتهم قد وصلت إلى إخواننا في غزة وأن وصول هذا لا تسألوني كيف وصلت المهم بالصورة والدليل وصلت وبتغطية من قناة الجزيرة وبصورة للرئيس عبد المجيد تبون وبشعار جمعية البركة المباركة وقناة الشروق وصلت إلى أهلنا في غزة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويفتح لنا المجال لأن نحيى يوماً آخراً للتضامن مع إخواننا في غزة نقول هذا وسنعلن في الأيام القادمة إن شاء الله عن اليوم المحدد لجمع تبرعات مستعيننا بالله واثقين في مؤسساتنا الرسمية ومتوكلين على الله على أن نوصل هذه المساعدات إلى إخواننا في غزة عاشت فلسطين حرة أبية وعاشت الجزائر حرة مستقلة أيضاً والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رشيد فضيل لو سمحت فقط أنك تبقى معنا أهلاً بكم الجديد وأدعو كذلك الأستاذ نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني لتكريم الأستاذ رشيد فضيل فخرون بك وتبقى دائماً قدوتنا في مجال فعل الخير ونصرة قضايا الأمة تحت تصفيقاتكم الحق التكريم إن شاء الله هو التكريم من ربنا سبحانه وتعالى يوم يتقبل مننا هذا العمل ويكرمنا به فشكراً لكم وشكراً لهذه المبادرة الطيبة وبركات الله وفيكم وفيكم بارك الله شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم